السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله النهاردة الجزء التاني من شابتر تو. احنا المرة اللي فاتت هنرجع بس اللي قلناها المرة اللي فاتت. قلنا بنكمل الدزاين اوف دا سكانر. فببتدي اول اكتب اللي هو بيحرف لي ايه هي التوكنز الالاود في اللانجوج اللي انا عايز اعمل لها سكانر. اللي عايز اقبني السكانر فرو ديس بوجرامي لانجوج. هكتب اديني ريجلر اكسبرشن الاول. هستخدم طريقة اسمها تومسون كونستراكشن لتحويل ريجلر اكسبرشن الى ان اف اي. بعد كده باستخدم طريقة اسمها دا سبسات كونستراكشن لتحويل الان اف اي الى دي اف اي. وانس ان انا عندي دي اف اي ببتدي احوله الى كود مباشرة. اخدنا في الاول المرة اللي فاتت طريقة تومسون كونستراكشن وقلنا ان الفكرة بتاعتها بتعتمد ان انا اقسم الريجلر اكسبرشن الى بارتز. واكتب او ارسم الماشين المقابلة لكل بارت منه. واجمحها مع بعض. واخدنا اكتر من اجزامبل على الكلام. لغاية لما طلع الفاينل ان اف اي. بعد كده اخدنا طريقة تانية اسمها دا سبسات كونستراكشن. السبسات كونستراكشن تحول لي من الان اف اي الى دي اف اي. اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت. ان الفرق ما بين الان اف اي والدي اف اي. ان الان اف اي بسمح فيه بالابسلون ترانزيشن. وكمان بممكن يبقى فيه مالتبل ترانزيشن اون دا سام ايمبوت. لكن الدي اف اي مفهوش ولا ابسلون ترانزيشن ولا مالتبل ترانزيشن اون دا سام ايمبوت. وعملنا الطريقة السبسات كونستراكشن. وقدرت ان انا باستخدام الابسلون كلوجر ارسم الاي. الفاينل دي اف اي لأي اجزامبل. فمسلا كان اخر اجزامبل وقفنا عليه المرة اللي فاتت. لو هو اداني مثلا بالنسبة لي ال ادنتفاير. دا كان شكل الان اف اي اللي وصلنا له باستخدام او او امسون كونستراكشن. هحاوله الى الدي اف اي المقابل له باستخدام سبسات كونستراكشن. دا كان فاينل دي اف اي اللي جبناه او دا كان اخر سلايد وقفنا عليها المرة الفاتة. نلاحظ ان الدي اف اي اللي انا هجيبه باستخدام السبسات كونستراكشن ما هواش المنموم نمبر اوف دي اف اي. يعني معنى كده ان في بعض الستate can be minimized. عشان كده انا محتاجة احط الالجوريثم كمان يعمل لي minimization للnumber of states اللي موجودة في الدي اف اي. يبقى هنبتدي دلوقتي مع بعض minimizing the number of states in the دي اف اي. الالجوريثم اللي انا هستخدمه دلوقتي اسمه the equivalence partition algorithm. او طريقة اسمها equivalence partitioning. بتعتمد على ايه? انا عندي دي اف اي موجود في عدد من الستاتس. عايز اعمل minimization للnumber of states اللي موجودة في الدي اف اي. فببتدي اعمل ايه? بحول مجموعة الستاتس دي بجمحهم مع بعض الى sets. ببتدي اعمل ايه? creating sets of states. يعني انا هقسم الستاتس دي الى مجموعات الى sets. وابتدي اشوف لو كل الستاتس اللي موجودة في نفس الset بهايبقى ليها نفس الbehavior لكل الكاركترز اللي موجودة في الامبوت. في الحالة دي بقدر اشيل كل الستاتس منهم فيها مجموعة كل الستاتس فيها مجموعة من الستاتس اشيلها وحط مكانها ايه? استاتس واحدة بس. يبقى ان الالجوريثم ده بيعتمد على creating sets of states to be unified into single states. يبقى ان الالجوريثم او الالجوريثم ده بيعتمد ان انا همسك الDFA اللي انا وصلت له بعد السبسات كونستركشن. وابتدي استمبل states بتاعته الى sets. الستاتس دي بتعتمد على ايه? على ان فيها مجموعة كل سات منهم فيها مجموعة من الستاتس. ليها نفس الbehavior لكل الكاركتر الموجودة في الكاركتر سات بتاعتي او في الالفاب بتاعتي. لو وصلت لكده ان انا خلاص اعرفت الساتس دي ايه هي? هقدر استبدل كل سات منهم بsingle state only. طب ببتدي الطريقة دي ازاي? بيقولي ببتدي initially with two sets only. التو ساتس دول واحدة فيهم بتمثلي set of accepting states. والتانية بتمثلي set of non accepting state. انا بعمل مجموعة من الترايالز او مجموعة من البارتيشنز. الفورس بارتيشن هقسم الستاتس الى set من الaccepting states وset من ال non accepting states. بعد كده ابتيجي اشوف لكل سات منهم. كل سات من ايه مثلا كل state موجودة في ال set of accepting states. وكل state موجودة في ال non accepting states. هل هقدر ان انا اعمل افصل states عن بعضها ولا لا? لو قدرت افصلهم عن بعضها يبقى كأن انا هكون new partition. ما قدرتش هيبضلوا في نفس ال state زي ما هي. فبنعمل ايه? ببتدي في الاول انا هبتدي بست من ال accepting states وست تانية من ال non accepting state. هبتدي اشوف given this partition of the states of the original DFA. هافطرت كل الترانزشن on each character A of the alphabet. If all the accepting states have transition on some character A to accepting state معنى كده ان هيبقى في A transition from the new accepting state to itself. يعني اكتديت الالجورث مبتاعي وانا معايا set فيها ال ايه? كل ال states ال accepting وست تانية فيها كل ال non accepting state. هبتدي امسك ال accepting state الوحدة. لو لقيت في transition on character A لكل ال states اللي موجودة من ال accepting state لصم accepting state تانية. معنى كده ان في final بعد ال minimization هيكون في A transition من the new accepting state to itself. نفس الكلام. لو كل ال accepting state have transition on A to non accepting state معنى كده ان هيبقى في A transition from the new accepting state to the new non accepting state. لو فرض ان انا لقيت two states S و T موجودين مثلا في ال accepting states. كان ليهم transition on A that land in different sets. يعني ال behavior بتاحهم مختلف. توصم character A. في الحالة دي بقول A. no A transition can be defined for this grouping of states. او بقول ان الكاركتر A دوت distinguish the states S and T. في الحالة دي. ال set of all accepting state must be split according to their A transition. يبقى انا ببتجي امسك كل partition موجود عندي. كل set فيها مجموع من states اللي هو نفس الbehavior. لو لقيت فيه some character. الbehavior بتاع two states مثلا في ال set اسمهم S و T. الbehavior مختلف according to this character. فبقول ان الكاركتر ده distinguish the two states اللي هما S and T. يبقى انا لازم افصلهم عن بعض in two different sets. هكرر الoperations دي اكتر من مرة. لغاية لما اوصل ان كل state من كل set من الموجودين عندي ياما بيكون فيها only one element or no further splitting of states of sets. اوكي. انا بكرر عملية الpartitioning دي اكتر من مرة. لغاية لما الاقي كل set of states اما فيها one character only او one set one state only او no further splitting of sets occur. يعني مثلا for example. هفترض ان انا هبتدي الالجورثم بتاعنا وانا معايا partition. الفرست partition هسميه مثلا P node. هقسم ال states اللي موجودة عندي. سيء مثلا ان انا عندي seven states. ثلاثة منهم كانوا accepting لي state i و j و k. واربعة منهم كانوا non accepting لي l m n o. هبتيجي ادرس الbehavior لكل states اللي موجودة في الفرست set. كل state. ال i و j وال k. لكل character موجود في الالفابت. لو لقيت ان هما كلهم ليهم نفس الbehavior هيفضلوا في نفس الpartition او في نفس ال set. لو لقيت ليهم behavior مختلف يبقى according to some character يبقى اضطر ان انا هفصلهم عن بعض. فمثلا لقيت ان ال i و j ليهم نفس الbehavior لكل characters اللي موجودة في الالفابت بينما k لها behavior مختلف. فهقسم ال i و j في set والk الوحدة. هاجي هنا مثلا بالنسبة لل non accepting state. برضو لقيت ان ال l وال m ليهم نفس الbehavior. وال n وال o ممكن ليهم نفس الbehavior مختلف. فدول هيبقوا موجودين في set. ودول موجودين في another set. هرجع. انا اعمل another trial او another partition. واللي اكون مثلا p2. لقيت ال i و j برضو هيفضلوا ال next state بتاعتهم موجودة في نفس ال state. يبقى ليهم نفس الbehavior. بينما يبقى يبقى يبضلوا في نفس state. والs كي زي ما هي. جيت هنا لقيت مثلا ال l وال m. ممكن افصلهم عن بعض. او في some character يفصل ال a او ليه behavior مختلف. فهفصل ال l وال m. وهتفضل ال n وال o مثلا ليهم نفس الbehavior. هكرر مرة تانية. لقيت مثلا partition p3 والpartition p2. ليهم نفس ال equivalent لبعض. نفس ال states هي هي. يبقى خلاص ما قدرش عمل partitioning اكتر من كده. يبقى انا وصلت لكم partition في خمسة. في ال partition ده. في خمسة sets. يبقى معنى كده ان كل set منهم هتبقى unified to single state. هسمي مثلا ال first partition اللي هما الاي والجيت انهم one state بس اسمها ايه. هنا في state b, state c, state d. هنا ال two states دول بقوا اسمها ايه. معنى كده ان finally the gfa بتاعي هيكون في five states بدل ما يكون في زي ما ابتدينا من الاول في سبعة states. انا عملت minimization ووصلت الى five states. نبتجي ناخد example على الكلام. الناس معي احد عنده اسئلة غير لوقتي. مصطفى تفضل. دكتور ماليش هوا بتتقسم partitions اكتر يعني لما بجرب inputs مختلفة ولا اللي غيرت تقسم كل ال next state لازم تكون في نفس الجروب او في نفس ال set. فلو لقيت two states s و t واحدة مثلا دخلت لهم character a. ال next state من ال state الاولانية يختلف يعني موجود في جروب غير ال next state بتاع الايه? ال state التاني. ال state التاني. فبضطر ان انا افصلهم عن بعض. بقول ان ال character ده بيدستينجوش الاثنين عن بعض. فلازم افصلهم عن بعض. هكرر كده لغاية لما لاقي ان خلاص كل ال states اللي موجودة في نفس ال set لها نفس ال behavior يبقى خلاص ممكن يعملهم الى state واحدة. يعني انا بجرب على نفس ال character او? لكل ال characters اللي موجودة في ال alphabet. يعني كل مرة بتجرب على كل ال characters. كل مرة بتجرب على كل ال characters. لغاية لما تلاقي ان ال states لها نفس ال behavior يبقى هتضطر انهم يبقى انهم unified الحاجة واحدة. يعني هم اصلا كانت زيادة في ال diagram فممكن انا اخليهم state واحدة بس. اه طيب نشوف اكتر. نشوف example على الكلام ده. مثلا لما رسمنا ال a star بعد ما خلصنا ال sub set construction. لقينا ان ال diagram بتاعي كان فيه two states. لو رجعنا للمحاضرة اللي فاتت هتلاقي ان احنا بعد ما عملنا this sub set construction method. وانا بعمل بالنسبة ال a star. طلعلي في الاخر فيه two states. وادي الكاركتر اينا كنت بعمل a star. لو حاولنا كده فعلا regular expression ده a star ايوه هو ممكن يبقى zero transition وعمل acceptance. او a followed by any number of a's يبقى هنا فيه برضو acceptance. ده ال diagram وفي ايه star بعد ما عملت الصبسات construction. هل هو المينموم ولا لا? اعايز اشوف. هبتدي اكون ال partitions بتاعتنا. نسمي ال states بتاعتنا ولتكن مثلا دي state one ودي state two. هقول ان ال first partition عندي انا عندي ما كلهم الاثنين accepting state. يبقى خلاص ما عنديش غير set واحدة موجود فيها two states one و two. ابتدي اشوف ايه الكاركترز اللي موجودة في الالفابت بتاعتي ما عنديش كاركتر ايه بس. يبقى وانا في state one. وجالي كاركتر ايه هروح ل state two. بس state two معاها في نفس الpartition. وانا في state two وجالي كاركتر ايه هفضل في state two زي ما انا. ويبقى معنا كده انا هفضل في نفس الpartition. اذا لو حاولت اعمل partitioning بين الاثنين مش هعرف. اذا state one و state two ليهم نفس الbehavior for the character a. يبقى ممكن انا استبدلهم بone state only. يبقى كأن الاثنين states دول ممكن اضمهم في state واحدة بس. ويبقى الminimized dfa او dfa with minimum number of states موجود في state واحدة بس. طب اشوف الترانزيشن ازاي. ده انا لقيت ان انا من اي state فيهم لو جالي كاركتر ايه بافضل في نفس الستات زي ما انا. اذا لو جالي كاركتر ايه هافضل في نفس الaccepting state. يبقى اخلي فيه transition من ال a to itself. لو جالي كاركتر ايه هارجع لنفس الستات زي ما انا. وهي نفس الستات دي accepting state. يبقى معنا كده ان انا لما عملت ملاقيتش فيه غير set واحدة موجود فيها two accepting state. وهما الاثنين ليهم نفس الbehavior to the character a. يبقى معنا كده ان انا ما عنديش في ال final diagram بعد المنميزيشن غير one state only. وهي accepting state. ولو جالكاركتر ايه هافضل في نفس الستات زي ما انا. يبقى الترانزيشن ان ايه هيفضل في نفس الستات زي ما انا في شكل ده. يبقى ده بمثل اللي. dfa with minimum number of states. ناخد الexample of identifier. الidentifier احنا عملنا المرة اللي فاتت. example. ليه الidentifier ده كان regular expression بتاعه. letter followed by any number of letter or digit. letter وراها letter or digit star. استخدمنا طريقة التونسون construction وعملنا الاول النف اي. حاولنا النف اي الى dfa باستخدامة الصفصات construction. كل الكلام ده اخدنا المحاضرة اللي فاتت. ده كان ال final diagram بتاعي بعد الصفصات construction. لو طلبت مني في المسألة. find او اعمل minimize number of states الموجودة في dfa. او find the minimum number of states dfa. هبص كده هقسم الاول ال states بتاعتنا. انا عندي state d non accepting. وفيه ثلاثة accepting states. يبقى الpartition هنا. فيه الpartition اللي بتمثلي. ال non accepting ما فيهش غير state واحدة. والpartition اللي هي بتمثلي ال accepting state هيكون فيها ثلاثة states. يبقى احنا ممكن نسميهم كده. هسمي ال state اللي هي ال non accepting. سميها مثلا ايه. وهدي فيه ثلاثة كانوا accepting state. فاصبحت الpartition p note موجود فيها state A لوحدها. والثلاثة states اللي هم b و c و d. هم الثلاثة accepting state. ابتدي ادرس ال behavior لكل character موجود في الالفا. طبعا اول state اللي هي ال non accepting. دي كانوت بين unified اكتر من كده. هي مفاش غير ايه. single state. فهتفضل زي ما هي في ال second trial او في ال p1. هتفضل هنا دي state واحدة ل state A. طب اجا لو جالي digit هروح ل state D. و state D موجودة معاها في نفس ال set. وانا في state D. لو جالي letter هروح ل state C. و state C موجودة معاها في نفس A. ال set. لو جالي digit هفضل في نفس A. ال state زي ما انا. اذا معنى كده ان التلاتة states اللي هما ال B وال C وال D. ما اقدرش اعمل بينهم distinguish accordingly the two characters في الالفا. اللي هما letter or digit. اذا لما اجي اعمل partition P1. هلاقي ان هما نفس التلاتة states هيبضلوا في نفس A. ال set زي ما هي. يبقى مش هقدر اعمل minimization اكتر من كده. اذا التلاتة اللي هما بيمثلولي ال accepting state. هما التلاتة اللي هم نفس ال behavior لكل ال characters اللي موجودة في الالفا بيت. يبقى قدر استبدلهم ب single state only. يبقى ال non accepting. اللي هي state A هسميها مثلا state one. والتلاتة اللي كانوا accepting هقدر استبدلهم ب state واحدة بس. يبقى في ال minimization. التلاتة دولي هم نفس ال behavior. يبقى هستبدلهم ب single state مثلا ورتاكن state two. يبقى ال minimum state DFA. اللي هو المطلوب مني بعد الم minimization. مفهوش غير two states بس. state one اللي هي non accepting. ولو جاء لي letter بروح لstate اللي بتمثلي accepting state. هفضل فيها لو جاء لي any number of lateral digit. لو نفتكر كده مع بعض. هو ده كان اول DFA رسمناه للidentifier من غير ما نمشي كل الخطوات دي. لكن لو هو طلب بالترتيب بطريقة الاول لتومسون عشان اعمل الفا وبعدين الصبسات كونستركشن عشان اعمل الفا وبعدين المنميزيشن همس ارسم المسألة step by step لغاية لما طلع DFA في الصبسات كونستركشن وارجع اعمل له minimization مرة تانية. هيتطلع لي ده minimum number of states DFA اللي انا محتاجاه اللي بيمثل الidentifier. ناخد example كمان عملنا مثلاً قبل كده الدف A المقابل regular expression A or epsilon B star داخدناه برضو في المحاضرة اللي فاتت. ده كان بيمثلي regular expression A or epsilon B star. بيقول the minimum number of states DFA المقابل للDFA دوت. انا عندي هنا كم state? one two three. تلاتة states. والتلاتة كانوا accepting state. مفيش مفيش فيهم اي حد non accepting. يبقى انا هستارت البارتشن بتاعتنا وانا عندي set واحدة موجود فيها التلاتة states. one two three. ابتدي تشك الكاركترز الموجودة في الالفابت. انا ما عنديش غير A وB. لو بصيت كده بالنسبة ليه. state one. state two. state three. كلهم ليهم transition. on character B لي another state موجودة في الست. يعني وانا في one وجالي بيها روح لتلاتة. وانا في اتنين وجالي بيها روح لتلاتة. وانا في three وجالي بيها افضل في تلاتة زيمن. يبقى كل منهم cannot be distinguished according to the character B. لكن لو جيت address character A. هلا ان state one ليها transition on A لstate two. بينما state two وثري ما فيش منهم transition أصلاً on character A. اذا ان في الحالة دي اصبح character A can distinguish between state one و two وثري. two وثري هما الاتنين ليهم نفس الbehavior بالنسبة لcharacter B. وما لهمش transition on A. يبقى انا مش هقدر افصلهم عن بعض. بينما state one ليها transition on A لوحدها. وليها كان بالنسبة لبه كان زيهم. يبقى انا طالما انا لقيت فيه one character ممكن يفصل ما بين state one و states اللي هي two وثري هفصله في set الوحدة. يبقى فصلت هنا state one لوحدها و two وثري مع بعض. ارجع اكرر iteration مرة تانية. state two وثري هما الاتنين ما لهمش transition on A. وليهم transition on B ليه من two هتروح لثري ومن ثري هتفضل في نفسها. يبقى افضل في نفس الstate في نفس الست زي ما انا. افضل ايه في نفس الجروب جي زي ما هي. يبقى انا مش هقدر اعمل unification اكتر من كده. يبقى ال diagram ده كله انا ممكن اقدر استبدله بايه? two states only. اهو. state one هتفضل تبقى كده تجيل واحدها. وال two والثري هيبقوا بيمثلولي one state only. two وثري هقدر استبدلهم بone state. يبقى المنمم number of states اللي انا ممكن اوصل لها هي two states. state one لوحدها. و state two وثري مش هادر افصلهم عن بعض فدول هيمثلولي one state. طب بالنسبة للترانزيشن. وانا في state one كنت بروح ليه? وقالي character A كنت بروح لي two. بس two وثري زي بعض يبقى انا اروح من هنا من A هروح لل state اللي اسمها two وثري. لو جالي one وقالي character B بروح لل state الثلاثة. والstate الثلاثة هي نفسها state two. يبقى اروح للجروب اللي اسمها two وثري اهو. وانا في اي من ال two والثري وجالي character B بافضل في نفس ال state زي ما هي اللي اسمها two three. يبقى ده المينموم نمبر دي اف اي اللي انا ممكن اوصله نتيجة المينيمايزاشن. يبقى دلوقتي في اي مسألة. بعد اما بوصل بعد الصفزات كونستركشن وصلت الى الدي اف اي. لو طلب مني بس استخدم الصفزات كونستركشن هقف لغاية كده. لو طلب مني مينيمايز الدي اف اي اللي انت توصلت له. هبتلجي اطبق وعمل المينيمايزاشن المطلوبة. لو حد عنده اي اسئلة? اي حد عنده اي اسئلة? عبدالميجيد تفضل. احنا في الاول كانت الاي اصلا ما تقدرش توصل للتلاتة. احنا دلوقتي الستة التلاتة تاني. احنا دلوقتي غيرنا. خلناها تقدر توصل. اه هي. state one بتروح من كاركتر اي للستة اللي اسمها two three. لان two three هم اكوفلنس لبعض. فهنا اكوردينج اللي هنا فيه ترانزيشن من one. من كاركتر اي للستة التو. بس التو ثري هم نفس الستة. يبقى اي هتروح للكمباوند استة اللي اسمها التو ثري? هتروح اي من اي? هتروح للكمباوند استة اللي اسمها التو ثري. هتروح للكمباوند استة اللي اسمها التو ثري. هتروح للكمباوند اي اسئلة? احمد حسن تفضل? دكتور هو انا بقى البيهيفير يبقى زي عندهم نفس الكاركتر بيروحوا للستة التانية ولا لازم برضو يروحوا نفس الستة لاتنين مثلا. لما بقول لهم نفس البيهيفير يعني معنى كده ان هو نفس الستة بتاعتهم لكل الكاركتر لازم يروح لنفس الست. لان هو ممكن يروح ايه؟ الستة في نفس الستة اللي هي الموجودة في البرتشن اللي قبله. يعني انا عندي هنا. وانا مثلا بقم كاركتر بي. ستة تو لو جاء لها كاركتر بي هتروح لستة تلاتة. وستة تلاتة هتروح برضو لستة تلاتة. هم راحوا بالصدفة هنا لنفس الستة اللي هي ثري. فخلاص هي مش هادر عمله اكتر من كده. في بعض الاجزامبل زي مثلا. بالنسبة الى ايدنتفاير. المهم ان هو يروح الستة في نفس الست. يبقى الستة اللي هروح لها لكل كاركتر هنا موجودة في نفس الستة. يبقى كده شكرا. في حد عنده اي اسألة? يبقى دلوقتي احنا خلصنا بالنسبة للسكانر. هيديك طبعا لو عندي ويعرف ترسمه مباشرة دي اف اي هقدر يحوله الى كود مباشرة. لو هاستخدم الطريقة السيستيماتك او الالغوريثم بتاعتنا اللي موجودة ممكن يديني ريجولر اكسبراشن. الاول يقول لي اكتب ريجولر اكسبراشن. وبعد كده هيقول لي ارسم الان اف اي باستخدام التومس كونسراكشن. وبعد كده حول الان اف اي الى دي اف اي باستخدام السفزات كونسراكشن. وياما يطلب بس كده الدي اف اي او يقول لي كمان منيمايز الدي اف اي. خلاص. كده يبقى انا من الريجولر اكسبراشن قدرت اوصل للمينيوم نامبر وستيتس اللي موجودة في الدي اف اي. وانا لو عندي الدي اف اي هقدر احوله الى كود مباشرة. سهل قوي ان انا اكتب الكود المقابل للدي اف اي. احنا هنبتجي دلوقتي في حاجة تانية غالص ان انا لو فرض ان انا عرفتلك سم برو جرامينج لانجوش. هناخد سيمبليفايد برو جرامينج لانجوش اسمها الطايني لانجوش. الطايني لانجوش دي هديك الليكسكال كونفنشن بتاعتها. يعني ايه هي الطايب اوف كي ووردس اللي موجودة فيها. لما نبتجي ان شاء الله في الشابتر الخاص بالسانتكس اناليسيز هتاخد كمان السانتكس اف تايني لانجوش عشان تعرف الجرامر بتاعها ايه. لو انا طلبت منك تبني السكانر of the tiny language. فلازم تعرف types of tokens اللي موجودة عندك وتبتجي تكتب. هنفترض ان انا عارف ترسم الجي اف ايه. لو عارف ترسم الجي اف ايه هحاوله الى كود مباشرة. هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. هنعرف الطايني لانجوش. الطايني لانجوش. the tiny language هي simplified programming language. بتعتمد انها بتحتوي على two basic kinds of structures. لو انا كتبت اي كود باستخدام الطايني لانجوش. هستخدم two types of structures ياما statements ياما expressions. بالنسبة لل type of statements اللي هي بتتعامل معها بتتعامل مع five types من ال statements. وبالنسبة لل expressions فيها three kinds of expressions. ايه هي type of statements اللي موجودة في tiny language. بتتعامل مع ال if statement. ال repeat statement. ال assignment statement. ال read statement. وال write statement. وان شاء الله في ما ناخد ال grammar of the tiny language. هكتب لك grammar rule توصف كل واحدة من ال statements دي. بالنسبة لل expressions expressions بيعتمد على ثلاثة types من expressions. ياما operator expression. ياما constant expression. ياما identifier expression. يبقى دي. ايه الشكل او structures اللي موجودة في tiny language. بس انا عشان ابني السكانر انا يهميني دلوقتي يمشي ال structure كلها. انا يهميني شكل ايه التوكنز اللي انا ممكن اقابلها. وانا بعمل ايه syntax. بعمل lexical analysis او ببني السكانر. عشان اعمل implementation لل tiny scanners. لازم اعرف ايه هي type of tokens اللي موجودة في tiny language. احنا استمنى في اول الشابتر ده ان التوكنز بتكون three types. ياما reserved words language. ياما special symbols. ياما tokens اللي هي ليها multiple number value. multiple can match different strings. بالنسبة لل reserved words. reserved words اللي موجودة عندي في tiny language. if then else and repeat until read or write. special symbols اللي مسموح بيها plus, minus, multiply operator divide equal comparator less than two brackets semi column والassignment operator. الassignment operator هنا هو two characters لكن equal operator هو equal بس. طوكنز اللي هي multiple or multiple number value زي مثلا number والidentifier. بالنسبة لل tiny scanner بيتعامل بس مع natural number فقط. اللي هو عبارة عن one or more digits. يعني مش مسموح لك يبقى فيه أي decimal point ولا floating point numbers. مسموح لك بس ان يبقى فيه natural number. احنا بنحاول بنعمل simplification على قد ما نقدر. يبقى one or more digit. أي number هو one or more digit. identifier هو one or more letter. برضو احنا كنا اخذنا شكل identifier أو كتبنا regular expression قبل كده another programming language كان فيها letters or digit. لكن انا بالنسبة لل tiny scanner بيعتمد ان identifier هيكون له بس one or more letters. طب تعالوا نمسك مثلا أي نوع من الكيوردز أو أي نوع من التوكنز دي. ولو نحاول نرسم مباشرة المقابل لها. طب قبل كده فيه كمان عايزة ازود ان انا ممكن في اي program موجود في tiny scanner. tiny has the following lexical conventions ان فيها كمان بتسمح بالcomments. والcomments دي هتبقى include in curly brackets. بيسمح الcomments تبقى موجودة in curly bracket and cannot be nested. برضو for simplicity. هاعتبر ان الcomments بتبقى include in curly bracket and cannot be nested. بيسمح كمان بالwhite space. سواء كانت blanks, tabs and new lines. طب بالنسبة مثلا للcomments. ايه output اللي طلع له من السكانر. مصطفى. ملوش output. ملوش output. يعني معنى كده ان هو بيدور على left curly bracket وبي discard كل characters اللي موجودة في المص دي لغاية لما يلاقي right curly bracket. بالنسبة للspace. لو كان blanks, tabs and new lines. برضو هتبقى neglected أو بيسكيب كل white space أو كانت blanks, tabs or new lines. تعالوا نرسل مع بعض step by step gfa ل different tokens اللي موجودة في tiny language. مثلا لو مسكت بس special symbols. قلنا special symbols كلهم هي single character مع عدد assignment operator. فهناخدهم كلهم مع عدد assignment. هستارت مثلا من some start state لو جالي plus هروح ل some accepting state هتريترن character type هي اسمه A زي ما قلنا بتكتب PLUS minus هروح ل accepting state هتريترن وهكذا بالنسبة لكل الcharacters لغاية مثلا semicolon هتريترن semicolon عايز ازود مثلا بالنسبة والنمبر وأنا في start state اتفقنا أن أنا عندي numbers يبقى digit followed by many numbers of digits يبقى لو جالي digit هروح ل state اسمها A number هفضل فيها لو جالي any number of digits لغاية لما يجيلي any other character هروح ل state اسمها done قلنا لو أنا كتبت هنا هو على اللابل حطيت square brackets معناها أن هو ده look ahead token look ahead token يعني مش هيبقى consumed في ال input ده هيبقى return لل input and not consumed لأن أنا أول ما لاقي character غير ال digit فخلاص يبقى أنا خلصت ال number بتاعي فهروح ل state done اللي تقولي أن accept ال number ولكن character الزيادة اللي هو كان بمستيلي delimiter ده هيبقى لو جالي identifier قلنا هو عبارة عن one or more letter يبقى لو جالي letter هروح ل state اسمها in id وهفضل فيها لو جالي any number of letters لغاية لما يجي لي any other character هروح ل state done طب بالنسبة لكل ال special symbols اللي احنا حطناهم هنا على حسب special symbols هروح ل done وهعمل return على حسب ال token type اللي موجود عندي نحط بقى final dfa لل tiny scanner بإضافة كمان comments ده كده final dfa لل tiny scanner وانا في start state لو جالي اي white space لو كانت space او new line او tab بافضل في نفس start state زي ما هي مشاكل علىها opt لو جالي left curly bracket يبقى جي معناها نها comment فهروح ل state اسمها in comment هفضل فيها لو جالي any other character لان كل جي مشاكل علىها اي output لغاية لما لاقي left curly bracket هيرجعني مرة تانية لل start state يبقى انا تخلاص ايه كل comment دي ما طلعت لهاش اي output وانا في start state لو جالي digit يبقى انا كده مستنيها number يبقى لو جالي digit هروح ل state اسمها in number هفضل فيها لو جالي any number of digits بغاية لما يجي لي any other character هروح ل state اسمها done يبقى معنا كده هروح ل done وانا معايا number ال character اللي هو المكتوب ما بين square brackets ده اسمه ايه قلنا اسمه locate token ده ما بيبقىش consumed ولكنه return بالنسبة ل identifier letter هروح ل state اسمها in id وهفضل فيها لو جالي any number of letters بغاية لما يجي لي any other character هروح ل state اسمها done special symbols كل special symbols اللي هي single character اللي هي تمثلي path ذوت اي واحد فيهم هروح لل state اسمها هروح لل done state ومعايا type of token اللي موجود عندي طب لو جالي colon اللي هي عشان لل assignment operator لو جالي colon يبقى ده معناها اللي هي تنفق بعض يبقى انا ماشية في اتجاه assignment operator هروح لل state اسمها in assignment لو جالي equal يبقى ده مظبوط خلاص يبقى ده ال assignment operator هروح لل state اسمها done وانا معايا assignment operator يبقى ال token type هو assignment operator بينما بعد ال colon لو جالي any other character فهروح لل state ومعايا ايه هقول ان هنا في error لانا ما فيش ولا special symbol في colon بس يبقى لو جالي هنا هو بعد ال colon جالي any other character غير ال equal يبقى اروح لل state done وهقول ان فيه error ان التوكن ده ده ما هواش توكن من ال language يبقى ده ال delimiter هنا بمثلة بيوديني ال error state تقولي ان هو ده فيه error ده dfa of the tiny scanner هناخد sample program مكتوب بال tiny language ونشوف مع بعض ايه ال output اللي ممكن يطلع لي منه هنا ده sample program in tiny language compute factorial طبعا دي comment مكتوبة ما بينكر لبراكت هنا هو بيعمل a read x semi column هو اي statement عنده بتنتهي ب semi column ال comment بتاعته input and integer if zero less than x then هي assign لفكتوريال يبقى factorial equals one وربيت factorials equal factorial times x decrement x until x وwrite فكتوريال نشوف كده مع بعض لو انا دخلت لك ال program ده مكتوب بال tiny language ده sample program مكتوب sample program مكتوب بال tiny language ممكن بعد ما تكتب الكود بتاعك بادة test case اللي تتست بيها الكود بتاعك اول حاجة بالنسبة لل comment مش هطلع لها اي output من السكانر الليين الاولاني اللي هو read x semi column هيطلع عليه read ده keyword وبتمثلي الكيوورد اللي هو read ال x ده identifier وال string value المقابلة له x وبعد كده فيه token اسمه semi column كل ال comment دي مش هطلع لها اي output الليين التاني if zero less than x than هيطلع علي ال if جي هيقول لها keyword والkeyword الجي هي if فيه هنا number zero ده number والnumber value بتاعته zero طبعا احنا انتفقين ان كل token بيبقى له record هو ورا عن record structure فيها بعض ال attributes فمن لسبة لل number همحتاج اعرف number value فهنا number والvalue بتاعته zero بعد كده فيه comparison operator less than فيه هنا ال x ده identifier و string value بتاعته x بعد كده فيه then هيطلع لها لها keyword اللي هو then طبعا كل ال comment دي مش هطلع لها اي output اول حاجة يعمله هنا factorial fact ده هيطلع لانه هو string ايه factorial هيقول لها identifier والstring value بتاعته هو character دي f a c t بعد كده فيه assignment operator فيه number والvalue بتاعته one تقلم وهكذا يبقى هنا لكل tokens دي انا ممكن اطلع لكل program ده ممكن اطلع list of tokens output اللي طلع من tiny scanner يبقى المطلوب من حضراتكو ايه المطلوب من المطلوب من المطلوب مني ان انا اعمل ابني للسكانر project المطلوب مني ان انا اعمل implementation of the scanner for the tiny programming language given السكانر مباشرة 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 انطلع list of tokens وممكن اعتبر ان السكانر بيران under the control of the parser فبيقوله get token يبقى السكانر هيجبلي next token الموجودة في ال input المطلوب منك انك هتبتيجي تبني السكانر ده وهناخد sample program اما تاخد ال program ده وتعمل عليه تست تستخدمه ك test case او تعمل search عن نت وطلع another program with tiny language وتاخده ك test case وطلع لي outlet المطلوب المفروض هتطلع لي out in program list of tokens كلها بس انا عايزك وانت بتكتب الكود تكتبه برضو على انه function اللي هي get token بحيث ان انا ممكن ان انا اعمل اخلي بعد كده او اعمل يبقى سهل ان انا اعمل link ما بين السكانر وال parser اخلي parser يقول السكانر to get the next token بارشارة لان finally احنا هنعمل link للسكانر project مع parser project ان شاء الله لما ناخد جزء السكانر يبقى دلوقتي هينزلكوا ان شاء الله على ال lms ال first programming assignment اللي هي السكانر project السكانر project السكانر project هتكلموا عليها في سكشنر جاي برضو جاي مع المهندسة ان شاء الله هتشترحوا لكم مرة تانية هتك هنتجي تتقسموا الى groups هنتجي مباشرة فيه within two weeks السكانر سهل جدا نكتعمل الكودينج بتاعه هتطلع لي output من السكانر وهتشوف ايه اللي مطلوب تسلم ناخد بالنا ان احنا مش هنعمل discussion دلوقتي للسكانر هنستلموا منك بس لكن في الاخر term لما نعمل parser هيبقى فيه discussion لكل من السكانر وال parser مع بعض فنازم نفس التيم اللي هتشتغل في السكانر هي نفسها اللي هتكمل في parser مع بعض عشان بيرجع ان فيه ناس تانية ترجع تبدل ما بينفعش عشان هتاخد نفس الدرجة او نفس التيم يبقى معروف ايه هو هو ده اللي هيكمل في جزء parser فتقسموا تيمز مصبوطة من الاول ان شاء الله احنا كده خلصنا شابتر 2 شابتر 2 بكل الاجزاء اللي فيه خدنا قابليه شابتر 1 فبإذن الله المحاضرة الجاية في اخر المحاضرة هيكون فيه online quiz مدته 20 minutes MCQ في شابتر 1 & 2 المرة الجاية اذا كان مثلا هنبتدي ساي مثلا 11 ونص او 12 لتلت 20 minute exam هيكون first quiz كل الناس حتى اللي مش هتحضر المحاضرة لازم تدخل القيز ده القيز ان شاء الله المحاضرة الجاية ستابت الجاية هينزلكوا برضو على LMS online quiz ان شاء الله يوم السابت الجاية بإذن الله chapter 1 & 2 اللي عنده اي اسئلة دكتور كم واحد في التيم ماكسموم خمسة مثلا تماما قد بالك ان في ال discussion بعد كده لازم نعرف نفرق ما بينكم فهو كده احنا بتجيه من الاول عشان يبقى فيه وقت قسموا نفسكم كويس مش هاي فادي بوستات يا دكتور او تيمي باستة ايه الفرق معاك خمسة من ستة لان التيم بتاعي ستة اللي بدخل معاك ايه ايه مفيش مشكلة طبعا بس خليكوا بقى تفقوا مع المهندسة اه مع نورهان في الحاجات الصغيرة دي يا ايدي تيلس خاصة بالبروجيكت هيبقى ايه التقسيمات والكلام ده كلها مع نورهان اوك المهم ان هو هينزلكوا ان شاء الله الـ بتاع البروجيكت على الـ once ان هو نزل هيبقى قدامك اسبوعين عشان تقدم الريبورت الخاص بالسكانر الـ discussion هتتأجل مع البارسر عشان لازم نعمل discussion للاثنين مع بعض عمر تفضل انت عندي سؤال سريع بس في الـ DFA بتاع الـ هو الـ ماينفعش يكون فيه ارقام بيكون لترز بس هو معرف لي بتاع التعني لانجوج كده ايه اللي ان التعني لانجوج دي الـ فيها هو مديني كده خد بالك انت هتعمل الكود بتاع لسكانر مفيش مشكلة ناجف لامتحانة دي كليكس كالكونفينشن تانية وقالك اكتب لي الكود او اسم لي بتاع الانجوج دي ما احنا خدنا دي الـ لو كان فيه ممكن ازود لك حتى كمان جواه في المسألة مثلاً او في اي ان هو يكون جواه كمان مفيش مشكلة في بعض الانجوج تسمح بكده الـ هنا انا متعتبره بس ده بس عشان كنعم التسهيل يعني لكن هو ممكن في الـ لكن ما فيش مشكلة ان يجي لك في الامتحان او في اي ان يبقى فيه اكتب الكود او اكتب الارسم الـ لانجوج فيها الـ معرفة بطريقة تانية فيها مثلاً فلوتنج بوينت نمبرز دي اصعب طبعاً ايش يا مش مهندس فحنا مديناك في الكود هنا اسهل حاجة ممكنة لكن ما فيش مشكلة ان يجي لك في الامتحان او في اي اسمت تانية اشكال مختلفة لكن دي الـ 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 عبدالرحمن تفضل دكتور هو واحدة من اعمل السكانر ما اعتبرين ان اليوزر مش هيغلط يعني مليش دعوه هو مثلاً عمل الـ براكتس وهو براكتس تانية لا طبعاً لجن تطلع لي انه عمل حاجة غلط هنا بقى جيلت حاجات اللي هتفرق من طالب للتاني او في جروب للتاني في ناس اخدوا في اعتبارهم الـ طبعاً تباين الـ استخدم الـ غير اللي موجودة انا عايز اقولك ان فيه ايروز وتطلع لي ده ايه وانس ان هي خلاص التوكن السليمة هبتجي بعد كده في البارسر بقى هيفرق معي البارسر ان هو غلط اصلاً في السنتاجس او بيكتب ان هو عمل حاجة غلط مبدأين الـ بيقدر يتشك على اي نوع من الـ ارواز كومبايلر يقدر يكتشف اي ايرر الاجكال ايرر ولا سنتكس ايرر عادش عارفك سنتكس ايرر سنتكس طبعاً مقدرش الـ يكتشف اي الاجكال ايرر عبدالله تفضل ما فيش يا دكتور كنت أجاوب بس طيب حد عنده أي أسئلة في شابتر 2 عشان الامتحان هيبقى الأسبوع الجاي إن شاء الله استابتك جاي بعد ما تخلصوا المرة الجاية هتكون مخلص شي 2 وهتكون كمان ابتديت أو هتعرف البروجيكت هتعمل فيه إيه بالحالة دي هتبقى رادي إن انت هتمتحن إن شاء الله يوم استابتك جاي بإذن الله والفيرس كويس تبلغوا بقية الناس لأن طبعا شايفة برضو نسبة الاتينة نسية جدا الحاضرين من متين تبلغوهم إن هيبقى فيه كويس في آخر تلت ساع في المحاضرة إن شاء الله تشوف على المقاسة تايم هيبقى كان بالزبط لازم تلتزم بالوقت لأنه هيدوبك الوقت هتحل فيه الإيه الإجزام بتاعك حتى عنده أي أسئلة كده هنبتدي إن شاء الله في شابتر 3 احنا خلصنا شابتر 2 هنبتدي في شابتر 3 احنا خلصنا الليكسيكال أنالسيس يبقى لازم ابتدي بعد كده في السنتكس أنالسيس السنتكس أنالسيس أو البارسينج عشان أعمل بارسينج لازم يبقى عارفة الجرامر وذة لانجوج يبقى شابتر 3 كله بيتكلم على الجرامر زي أنا أبني الجرامر هو هنا واخد طريقة واحدة بس اسمها لكن طبعا فيه طرق تانية مختلفة للجرامر لو الناس عايزة تدرس مسلا ناتشورل لانجوج هيبقى فيه جرامرز بطرق مختلفة احنا هنا في الشابتر بتاعنا موجود فيه نوع واحد بس من الجرامر اللي هو الكونتكس فري جرامر هندرسه الأول في شابتر 3 وبعد كده نبتجي ناخد بارسينج ألغريثم فيه شابتر 4 and 5 نبتجي الوقت مع بعض إن شاء الله في شابتر 3 هل عنده أي أسئلة في شابتر 2 قبل ما نبتجي هنبتجي في شابتر 3 مع بعض ندرس فيه الكونتكس فري جرامر اللي هو الجرامر او طريقة هعمل بيها لسنتكس أو ذا لانجوج عشان أشرح الجرامر رولز وانس إن أنا عملت عرفت الجرامر أبتجي أعمل بارسينج بارسينج يعني إيه؟ يعني محتاجة بارسينج ألغريثم يستخدم الجرامر عشان يتأكد إن التوكنز اللي جاية لي من السكانر جاية أكوردنج لي الجرامر أو ترتبهم أكوردنج للجرامر بتاعي مزبوط هنبتجي دلوقتي في شابتر 3 عايزين نتكلم على البارسينج والكونتكس فري جرامر برضو الشابتر ده يبقى موجود في السلايدز على 2 بارت هنبتجي ببارت 1 هناخد بس جزء منه النهاردة إيه هو البارسينج؟ البارسينج المقصود بيه هو بيتم فيها بعض أو أتعرف فيها على الستركتر أو الستركتر أوف ذا بروجرام البروجرام بيبقى دخل إزايا للبارسر عن طريق أوبوت من السكانر بيدخل للبارسر في صورة مجموعة من التوكنز التوكنز دي لازم تكون مكتوبة جنب بعضها بأكوردنج لي الجرامر رولز وأعرف أتأكد إن هي ماتشنج مع الجرامر رولز لو كانت ماتشنج للجرامر رولز فبعرف الانترنال استركتر أوف ذا بروجرام باستخدام 3 ونشوف إزايا نرسمها في صورة بارس 3 أو سنتكس 3 يبقى البارسينج إزاي إنا بعمل بتورمينج ليه السنتكس أو ستركتر أوف ذا بروجرام وبسميها سنتكس أنالز طبعا إزاي هاعرف السنتكس أوف ذا لانجوج لازم يكون عندي جرامر الجرامر ده بيجيني بعض الجرامر رولز فيه دفرن تايبس اف جرامر إحنا هناخد منهم نوع اسمه كونتكس فري جرامر يبقى الكونتكس فري جرامر هي الطريقة اللي إحنا هنستخدمها أو جرامر اللي إحنا هنستخدمه تدفين دفرن جرامر رولز اللي هستخدمها لتعرف السنتكس أوف ذا لانجوج وبالتالي لو أنا خدت التوكنز اللي دخلها اللي طلعه كأوتبت من السكانر دخلتها على البارسر هيبتدي يشوف هل هي أورادي ماتشنج للجرامر رولز ولا لا أقوردنج ليه البارسينج آيغوريثم اللي هنستخدمه لو كانت ماتشنج هيجينريت لستركتر أوف ذا بروجرام في صورة بارس تري أو سنتكس تري يبقى إيه هو التاسك of the parser التاسك of the parser to find the syntactic structure of the program from the tokens produced by the scanner and construct the parse tree or syntax tree to represent this structure يبقى الأوطت من السكانر كان مجموعة من التوكنز خدت التوكنز دي ودخلتها للparser البarser هيشك الsyntax of the language according للgrammar ويبتدي يعرف الانترنال ستركتر ويطلح عليك output في صورة parse tree أو syntax tree معنى كده أن الparsing step of the compiler ممكن أستبدلها كلها كأنها function أو كتبها في صورة function parse parse جهة تعمل إيه parsing ليه البروغرام بتاعي وتreturn الsyntax tree الsyntax tree هي dynamic data structure كل نود فيه بتمستي الركورد الفيلد اللي موجودة فيه بتمستيلي الأتريبيوتس نيديد لباقي الكمبيليشن بروسس بتاعتنا يبقى البارسر كأننا اختصرت الفونكشن واحدة اسمها parse هتريترن syntax tree كل النود اللي موجودة فيها ليها different attributes according اللي موجودة عندي في 3D بسميها dynamic data structure لأنها ممكن تتغيب هناخد الجرامر بتاعنا اللي هنبتجي ندرسه في الشابتر ده اسمه context free grammar الcontext free grammar ده بيمثلي ايه هو specification للsyntactic structure of some programming language الcontext free grammar بيعتمد ان انا اكتب مجموعة من الرولز الرولز دي بتدفين ايه هي syntactic structure of the language كل رول بيبقى ليها left hand side وليها right hand side left hand side of any rule بسميها structure name او non-terminal right hand side of the rule بسميها تبقى combination من terminals and non-terminal عشان نفهم الكلام اللي بنقوله ده هناخد اكزامبل بسيط مثلا بيقول لي عايز اكتب الgrammar rule of integer arithmetic expressions افترض ان اللانجوج بتاعتنا بتسمح ان يكون عندي integer arithmetic expression فيها ثلاثة operators اللي هي addition والsubtraction والmultiplication operation بقوله عشان اكتب لك شكل الexpressions ده ايه في syntax of this expression هستخدم two grammar rules two grammar rules عرفت الgrammar rule الاولانية بتشرح لي ايه هو expression لما بكتب كده expression وبحط كده arrow single arrow الارو ده بنقرأ على انه is defined as يبقى expression is defined as في هنا مجموعة من choices بيفصل بينهم الore operator ده بيمثلي الore الvertecal bar ده بيمثلي الore operator ايه الchoices اللي موجودة عندنا هو بيقولي ان اي expression ممكن يكون expression operator expression or expression between brackets or number الoperator ده هو بيسمح بتلاتة operators فاعرفلي operator is defined as plus or minus or multiply نلاحظ ايه في اي rule انا بكتبها الحاجة اللي موجودة في left hand side اسمها non-terminal الحاجة اللي موجودة في right hand side combination من terminals and non-terminal يعني هنا expression the non-terminal operator the non-terminal لانه non-terminal لانه defined by other rule بينما مثلا الbrackets دي left bracket وright bracket هي معمولة هنا مرسومة bold face دي terminal terminal يعني خلاص هي من language مش محتاجة ان انا عمل لها definition بحاجة ابسط من كده number برضو ده terminal operator هنا في three types of operator فحتاج تكتب rule عشان اعرف ايه operators operator is defined as plus or minus or multiply كل من plus والminus والmultiply دي terminal لانها موجودة في language مش محتاجة ان انا عمل لها definition الصورة دي من grammar rules اللي انا بكتبها بسميها back snore form او بسميها bnf يبقى اما قولك write a grammar in bnf notation هتكتبلي مجموعة من rules بتdefine بها different structures اللي موجودة عندك او different non-turners اللي موجودة عندك نلاحظ حاجة ان left hand side of the first rule اللي هو non-turner اللي موجود في left hand side of the first rule بنسمي the start symbol of the grammar لما تيجي ترسم parse tree هتلاقي ان start symbol of the grammar بيكون root node of this tree يبقى اتفق مع بعض left hand side of the first rule of the grammar او non-turner الموجود في first rule of the grammar بسمي the start symbol of the grammar لو رسمت بعد كده parse tree هيتلاع لي هو root of this parse tree بكتب مجموعة من grammar rules to define all the non-turners اللي موجودة في اللانجوج بتاعتنا على حسب هو هيدفين ايه left hand side بيكون structure name or non-turner right hand side بيكون combination non-turners and non-turner اي non-turner يظهر لازم ألاقي rule to define this non-turner النوت تيشن دي وانا بكتبها بسميها bnf notation لازم نعرف notation لان انا في اخر chapter هناخد another type او another notation نكتب بيها الجرامر الحقيقة ان انا كل grammar rule بتعرف لي different string of tokens يبقى grammar rule بتحدد لي حاجة اسمها the language of the grammar كلمة language of the grammar هي set of legal strings of tokens by means of derivation يبقى كلمة language of the grammar اللي انا ممكن اوصل لها من grammar rules عن طريق مجموعة من steps اللي بنسمي steps دي derivation تعالوا معايا كده حد يقول لي مثلا عبد المجيد معايا ايه language of the regular expression احنا خدنا في chapter 2 the language of the regular expression تفتكر ايه هي عبد المجيد تفتكر ايه language of regular expression هي set legal string of characters characters اللي انا ممكن اوصل لها من language legal of string characters اللي انا ممكن اخد ده معناها language of the regular expression لو لو اعرف اعرف لازم 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 الاناليسيز كان set of legal strings of characters كان string of characters لكن انا هنا عندي strings of tokens ناخد بالنا من التسميات دي لو سمعتم يبقى انا دلوقتي بالنسبة للgrammar هتدي grammar rules وقول لك find the language of the grammar of this grammar تقوم تقول لي ايه انا عايز اطلع the set of legal strings of tokens من الgrammar rules دي الخطوات اللي بجيب بيها strings of tokens دي بسميها derivation يعني ايه derivation يعني انا ابتدي امسك من اول start symbol of the grammar اللي هو بيبس للي النونترنل اللي موجود في الفرست rule هعمل sequence of replacement of structure names by choices on the right hand side of the grammar rules كل مرة هعمل one replacement only لو انا في كل مرة بريplace left hand side بريplace left most non turn first بسميها left most derivation لو في كل مرة بريplace right most non turn بسميها right most derivation يبقى انا بعمل derivation هي sequence of replacement لغاية لما وصل لشكل string بتاعي set of all strings of tokens اللي هوصل لها من grammar rule بسميها the language of the grammar الطريقة اللي انا بوصل بيها ل strings of tokens دي بسميها derivation بسمي grammar rules دي بسميها productions يعني ايه productions يعني طريقة قدر عمل بيها produce strings of the language باستخدام derivation يبقى الجرام rules بسميها productions ليه they produce strings in the language باستخدام derivation structure names بنسميها non-terminals symbols in the alphabet بسميها terminals في حد عنده اي اسئلة بس الوقت هنستخدمها في حد فاهم مش مش شايف اللي فاهمين ولا مش فاهمين تمام تمام اوكي كده نكمل هناخد replacement ه replace only one non-turnal وعمله replacement بالchoice بتاعته اللي موجودة في الرهول الخاصة به لو انا بختار دايما left most non-turnal هو اللي استعمله replacement يبقى بسميها left most derivation المسأل find the right most derivation for the expression مجيني expression وعايز يعرف الانجوال expression in the language ولا لا ومجيني اصلا كان الـ grammar rules لانها بتجي بيهم دول اجي two grammar rules اهم عايز عرف الـ string الهو مجي هل هو legal string in the language ولا لا ال-string can في left bracket 34 minus 3 right bracket times 42 فبقول you find the derivation of the expression using the grammar rules in the last expression grammar زي بعمل الderivation هبتيجي مثلا في step number one اللي مكتوب هنا دي بمسل step number ببتيجي من اول start symbol of the grammar اللي هو expression طريقة اللي بنعمل بها الderivation من اول start symbol وبحط بعد دي double arrow double الarrow معناها is replaced by لكن single arrow ده معناها is defined as هاختار مثلا اللي بكتبه هنا ما بين square bracket هو اسم الرول اللي انا هاخد انا هبتيجي من اول start symbol of the grammar اللي هو expression عايز احاول اوصل لل string ده باستخدام مجموعة من steps وفي كل مرة بريبليس only one non turn internal فهبتيجي مسلا من expression واستخدم الرول اللي بتقول expression is defined as expression operator expression يبقى انا ها replace expression is replaced by خط الارو اللي هو double باستخدام expression is replaced by expression operator expression using this rule القز اذا بيمسيلي الانسر القز اذا بيقول لي بس كده ايه الرول اللي نستخدل لها فانها بتجي من اول expression is replaced by expression operator expression لو انا عايز اعمل استخدم right most derivation يبقى دايما انا replace right most non turn first في هنا كان non turn expression operator expression اريبلاس اي non turn انا بقول replace the right most non turn first add right most non turn expression to the right عايز عمله replacement انا عايز اوصل لشكل string ده وهنا ده كان بيمسيلي number فانا اختار choice اللي بتقول لي هريبلاس ال expression with a number كل مرة هريبلاس only one non turn يبقى expression is replaced with a number اصبح دلوقتي عندي expression operator number step number three بيقول replace هشوف right most non turn في عندي operator ده non turn انا عايز اوصل لل string انه يكون في هنا multiply فاستخدم انه اعمل replacement بالoperator هعمل replacement with the multiply operator يبقى باستخدام rule اللي بتقول operator is defined as multiply operator step اللي بعديها هر replace expression انا عايز اوصل انه فيه هنا حاجة ما بين قصين فاستبدل expression with expression between brackets using the rule expression is defined as expression between brackets اكمل هر اعايز اوصل من هنا انه في number minus number يبقى عمل ايه هر replace expression with the rule expression operator expression مع choice expression operator expression using this definition rule بتقولي ان expression is defined as expression operator expression يبقى اشي expression واعمل replacement ب expression operator expression كل مرة replace only one non turn خطوة خطوة اللي بعد here replace expression with a number using the rule expression is defined with a number بعد كده replace operator with minus اخر خطوة replace expression with a number يبقى بعد مجموعة من replacement لقيت ان انا عندي derivation وصلت الى left bracket number minus number right bracket times number string اللي كان بيدور عليه كان عبارة عن جاي له ازاي من الاسكانر left bracket number minus operator number right bracket multiply operator number هو نفسه شكل الderivation اللي انا وصلت لها معنى كده ان الstring ده is a legal string in the language يبقى انا ممكن باستخدام الgrammar rules اعمل derivation for different strings وكل string يدهوني يقول find the derivation معنى كده ان هو عايز يعرف string ده legal string في language دي ولا لا الset of all strings اللي انا ممكن اوصل من some grammar by means of derivation بسميها the language of this grammar فمسلا من جيني grammar G ممكن كان defined بالصورة دي E is defined as E between brackets or A طالوا بس الاول نبص الgrammar ده الgrammar ده انا بعمل defined E by itself اي grammar بيبقى فيه definition بتاع non-terminal باستخدام نفس structure name بسمي rule جي بسميها recursive rule او grammar ده هنا بيعتمد على recursive grammar ال E defined by itself عشان كده جي بسميها recursive بقولني في recursion او recursive rule هتمثلي ايه في الكود يعني recursive function او recursive هتمثلي او هتبقى represented a loop في الكود كلوب انت بتعمل كود loop عملت طبعا اي loop لازم اقدر اخرج من اللوب عشان اخرج منها لازم احط حاجة توقف loop لازم يبقى عندي base case توقف اللوب دي عشان كده هنا مثلا الرول دي لو حطيت فيها اي recursion لازم احط هنا base case a حط هنا base case مثلا character a لو طلب مني find the language of this grammar اعمل ايه ابتجي اشوف ايه set of legal strings اللي انا ممكن اعمل لها derivation from this grammar مثلا ال a الوحدة دي بيتمثلي string ايه الوحدة a between brackets a between double brackets a between three brackets من يمين وشمال balanced parenthesis يبقى من هنا جي language of g فيها set of strings of tokens اللي انا ممكن اوصل لها باستخدام derivation of this grammar افرد مثلا اللي find the derivation of this string to left bracket a to right bracket عايز اعمل لها derivation ابتجي بايه ابتجي بال star symbol of the grammar لو e between brackets هستبدل e between two brackets هرجع هستبدل e with the base case a يبقى انا وصلت لل string بتاعي يبقى الصورة دي انا ممكن اعمل derivation لأي string منه عشان اتأكد انه legal string في اي اسئلة لغاية دلوقتي يحد عنده اي اسئلة لغاية دلوقتي ناخد example تاني وليكن مثلا ال if statement if statement انا اقول ان ال statement بتاعتي consider the following grammar ان ال statement is defined as if statement or other if statement is defined as if expression statement or if expression statement else statement ال expression could be zero or one بيقولي find the language of this grammar عبد المجيد هنلا هي اللي احنا بنشوف يعني language بتاعت اللي 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 انا ممكن اوصل له تفتكر اي الفيتشرز بتاعت set of strings دي اللي هي ممكن تكون if لوحدها او 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 nested if statement the language of this grammar consists of nested if statement بكتل هي if وهو if تاني فمسلا ده اكزامبل strings اللي موجودة في اللانجوش دي ممكن مثلا the statement بـ other بس يعني other معتبر ان هي term او ممكن اقول له مثلا if zero other ممكن اخد string داني مثلا if zero other else other ممكن اخد ها statement يبقى انا عملتها nested if ولا لا يا عبد المجيد مزبوط او يعني ممكن ال if يبقى جوها if تاني ولازم في الاخر ال expression بس تبدله ب zero or one يبقى كأننا انا عندي هنا if zero if one other other the example اللي nested if statement ممكن اوصلها من ال expression ده ماشي الهات كده ناخد اجزامبل تاني ولكن مثلا بيقول find grammar g for a sequence of statement معرف لي ان انا اي program بيكون مجموعة من statement statement sequence بيقول لي هنا statement sequence is defined as statement semicolon statement sequence or statement والstatement is defined as s تعالوا نبص للgrammar ده الgrammar ده بيعرف لي اي statement sequence على انه sequence of statements ورا بعض separated by semicolon الgrammar ده انا معرف ها statement sequence by statement sequence نلاحظ ايه ان انا نفس النون تورنل موجود هنا to the right فبسمي الرول دي بسميها right recursive rule احنا قلنا recursive rule يعني بعمل define the rule by itself في grammar rule بdefine non-turnal by itself فانا عرفته بستعرفته كمان من ناحية اليمين فبسميها right recursive rule طب لو فرض ان انا عايز اكتب نفس الجرامر بست اخليها left recursive rule مين يعرف اعملها عبدالله عبدالله or statement والstatement برضو هتديني دي كده left recursive rule of one or more statement separated by semicolumn نعملها ازاي ممكن مثلا لو خدت من الشويس الاولاني statement sequence هو s بس هو statement والstatement s فممكن اجيب string اللي هو s بس ممكن مثلا string ثاني s semicolumn s ممكن string ثالث s semicolumn s semicolumn s وهكذا يبقى هنا ده grammar بتاعي لو انا حطيت statement separated by semicolumn semicolumn هنا ده program بيمثلي separator ما بين statements وبعضها طب بفرض انا طلبت منكو دلوقتي عايزة اكتب grammar عمر اتبتسأل في حاجة افضل انا بس اتعرف الفرق بين left recursive و rise recursive ما فهمتش الموضوع اصلا بالوقتي اللي موجود على الشمال ده اسمه non-turnal اللي موجود في left hand side the non-turnal بعمله definition بحاجة موجودة choices موجودة على يمين الـ choices لو ظهر فيها نفس non-turnal فالرول جي recursive بس لو كان فيه اكتر من part في choice بشوف انا جزء recursion ده موجود على يمين ولا على الشمال لو كان موجود على يمين يبقى الـ رول جي بسميها write recursive لو موجود على الشمال بسميها left recursive فهنا مثلا statement sequence هي statement semicolon statement sequence هو ظهر في choice الاولاني وظهر على اليمين فده بسميه write recursive rule لو انا بقولك اكتب لي الرول خليها left recursive يبقى هتخليها statement sequence semicolon statement هتبدلهم يبقى هي موجودة recursion في first choice ولكن موجودة على الشمال هتفرق معايا بعد كده في الرول هنشوف فهنكمل ازاي في derivation بتاعنا فهو على حسب شكل recursion موجود على يمين ولا على الشمال بقول الرول دي هي left recursive ولا write recursive rule واي رول فيها recursion لازم يكون لها base case توقف recursion لان انا هعمل implementation الكلام ده بعد كده في صورة loop فلازم يكون في choice تعمل تخرج تعمل exit من loop يا عمر تمام يعني في نفس choice هي على الشمال والعليمين لكن هي بس كيف لو كانت على يمين بقت write recursive لو كانت على الشمال بقت left recursive خليك معايا عمر انا عايز اعمل تعديل في grammar grammar ده بيديني بيجنري statements separated by semicolon كويس انا بقولك دلوقتي اعملني تعديل في grammar rule بحيث دي هعتبر انها program terminator بدل ما تكون separator اكتب rule ازاي statement terminator يعني كل statement تنتهي بsemicolon بدل ما تكون separator خد بالك يا كده يا separator ما بين الstatement وبعضها يعني ممكن تكون هنا ايه اس semicolon اس مش معناها ان الstatement تنتهي بsemicolon لا او لما يكون في multiple statement احط ما بينهم separated by semicolon مش هحطها في اخر choice مش عايب احطها عايب احطيكوا تفكروا فيها احطيكوا تفكروا فيها كل واحد يفكر كده اعملها ازاي وهتلاقي مسألة في الشيت بيقول لك اكتب لي grammar rule مجموعة من statements بحيث يكون semicolon بتمثلي statement terminator بدل ما تبقى statement separator بكروا فيها الاول لازم تفكر تعمل الكلام ده لوحد المفروض ان انا بعد كتبت grammar rules ممكن من grammar rules دي ابتدي اعمل ايه لو كان هو legal string وقدرت اعمل derivation فممكن ارسم parse tree او syntax string في اي اسئلة لغاية دلوقتي يحد عنده اي اسئلة لغاية دلوقتي طب احنا هنقف لغاية النقطة دي دلوقتي في chapter three الامتحان هيكون في chapter one و two ان شاء الله المرة الجاية هنكمل part one في chapter three زي هي نفس السلايز دي هنكملها المرة الجاية ان شاء الله قبل الامتحان واخر تلت ساعة في الامتحان هتكون في chapter one و two اللي مش هيحضر محاضرة لازم يحضر الامتحان هيكون ان شاء الله على الام اس البروجيكت هينزل لكم وتشرحو لكم تاني باش مهندس يوم التلات ان شاء الله ومنه هيبقى في اسبوعين وتسلم قبل البروجيكت بتاعك اللي عنده اي اسئلة عن اي حاجة اللي عنده اي اسئلة شو مانسين كم واحد فيه من نهاردة تمام يا دكتور واضح ان شاء الله الكويس انا عايزك كل الناس تجيب الفور مارك بإذن الله ركز في الكويس الكويس عليه عشر درجات وان شاء الله فيه بعد الميتور وواحد تاني عليه عشرة وبناخد الافريج ما بينهم لان كل الكويس من عشر البروجيكت السكانر والبارسر على بعض هما الاثنين من عشرة بس غالبا بندي ويت للبارسر اكتر من السكانر لانه بياخد وقت منك اكتر في الكوديم حد عنده اي سؤال خصوص الامتحان تبلغوا الناس كلها كل الناس لازم تحضر مش هنعيد الامتحان تاني اول كويس مرة واحدة يوم السبت جاي ان شاء الله سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة